السلام عليكم أحلى متتبعين تمنى تكونوا إن شاء الله في أحسن الأحوال بإذن الله ونبدأوا الفيديو دينا بالصلاة على الرسول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين إن شاء الله الفيديو اليوم رجعت لكم به بعد غياب طويل لضروف نتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم لا تنسوا نشمال لايك ومشارك مشيت عليكم محفز وآلف شكر لكم ولكل من ضمن القناة ديالي آلف شكر رجعت لكم بهذه المسيمنات وهذه الملوي كذلك طريقة ديال العجن دياله رضيجة وضعها في القناة تمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم ونخليكم مع بقية الفيديو طريقة طياب ديال الملوي والمسمن وألف شكر لكم وإلى الملتقى إن شاء الله إن صار دهرك أرقمى وحلاوة إن صار غيرك علقمى إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما أحسن وإن لم تجزى حتى بالثنى أي الجزاء الغيث يبغي إن همى من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبلة المترنما عد الكرام المحسنين وقسهمهم بهما تجد هذين منهم أكرما يصاح خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيما كن بالثمان إن صار دهرك أرقمى وحلاوة إن صار غيرك علقمى إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى لو لا الشعور الناس كانوا كالدمى أحبب فيغد الكوخ قصرا نيرا وبغض فيمسي الكون سجنا مظلما فعمل لإسعاد السوا وهنائه إن شئت تسعد في الحياة وتنعمى لو تعشق البيداء أصبح رملها كن بالثمان إن صار دهرك أرقمى وحلاوة إن صار غيرك علقمى إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما كن بالثمان كن بالثمان كن بالثمان كن بالثمان إن صار دهرك أرقمى وحلاوة إن صار غيرك علقمى إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما أحسن وإن لم تجزى حتى بالثنى أي الجزاء الغيث يبغي إن هما من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنما عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم أكرمى يا صاحي خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيما كن بالثمان إن صار دهرك أرقمى وحلاوة إن صار غيرك علقمى إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما أيقض شعورك بالمحبة إن غفى لو لا الشعور الناس كانوا كالدمى أحبب فياغد الكوخ قصرا نيرا وبغض فيمس الكون سجنا مظلما فعمل لإسعاد السوا وهنائهم إن شئت تسعد في الحياة وتنعمى لو تعشق البيداء أصبح رملها زهرا وصار سرابها الخد عمى كن بالثمان إن صار دهرك أرقمى وحلاوة إن صار غيرك علقمى إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما كن بالثمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر